الله أكبر فالمدبرات أمرا يوم تغجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس قوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هلك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أجبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأرقش ليلها وأخرج بحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأواة يسألونك عن الساعة وأما من خاف مقاب ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأواة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها ترجمة نانسي قنقر